احبابي في الله أحييكم بتحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام فسلام من الله عليكم إلهي هو الذي تسبح له الأصوات إذا عجت والسحائب إذا تجت والمياه إذا سكنت أو ارتجت والقلوب إذا صبرت على البلايا أو دجت إلهي رافع السماء وبانيها وساطح الأرض وداحيها ومتبتها بالأطواد في نواحيها العالم بما يحدث في أقاصيها ودانيها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو ونشهد أن السيدنا ولد يتيما عاش كريما مات عظيما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اليوم المغربة والمسلمين تقريبا كاملين كيقولوا كيحتفلوا بعام العام الهجري واليوم فاتح محرم ما هي الغاية من هد فاتح محرم ما هي الغاية من هد تاريخ الهجري ما هو الهدف القصد إلا كنا نحن من أمة الحبيب سنحتفلوا كيف سيكون احتفالنا قلنا نديروا عملية حسابية ونشوفوا العام دينا كيف شمر اللي فات ديال 42-400-1000 1442 نشوفوا كيف شمر واش كنا محافظين فيه على الصلوات واش فيه كلنا الحلال واش فيه صلنا الرحيم واش فيه غضينا البصر دينا واش فيه ما أديناش بعضيتنا بالغيبة وبالنميمة وبالقدف وبشهادة الزور وبيمين الغموث ولكن غير كنقولوا راحنا مسلمين وراحنا كنحتفلوا ونديروا خدمتها ديك اللي كي يقول لها وسمحوا لي من هذي الكلام ديال الشارع هذا عيشور مع لنا الحكام مع لنا الحكام واش نديروا في نايدك وما أتاكم الرسول فاخدوه وما نهاكم عنه فانتهو إلا كنا من أمة الحبيب أش قال ربي في سورة الأحزاب سورة 33 الحزب 42-43 من السورة ديال 1280 كلمة في الآية 71-72 في السورة اللي فيها 73 آية من اللي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قولا سديدا ها فتح محرم ها الاحتلاف ها الاحتفال كيف اشخص يكون قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اش غادي يدير معنا اش غادي يدير معنا كمل ايه بصورة الاحزاب وما تنساش بان الكريم قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز هالفوز الحقيقي مشير بحناكم هالفوز الحقيقي باش فقد فاز فوزا هالفعل هالفاعل تأمل في المفعول المطلق فقد فاز فوزا عظيما ماش من اللي يدير الاوامر دي ربي هدا هو الاحتفال من اللي نكلو الحلال هدا هو الاحتفال من اللي يتكون القلوب دينا بعيدة من البغض والحسد والنفاق هدا هو الاحتفال مشي في شرط تنجيبو الحلويات ونديرو النفخات اوزا عمره احتفال مشيهك خويا رك من امة الحبيب رك من احسن امة خويا رك فيز في الدنيا والاخيرة رك مع الحبيب عليه افضل والسلاة والسلام ولكن حط نقطع الحروف وخليك مزيان تفهم المعنى ديالاش ديالفاتيح محرم بين الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المدينة من اجل ماذا؟ من اجل اعلاء كلمة لا اله الا الله لا اله الا الله وفي علمك بان لا اله الا الله مفتاح الجنة اخوهم اللي هي مفتاح الجنة هدا الساروت ديال الجنة لا في الدك ولكن الساروت واش ما عنده سنينات اوارا خصو صلاة وصيام زكاة وحج إن كانت الاستطاح اهنا اراك محتافا ومحتاف لانويك ومحتاف للمسلمين كاملين اما الى كنا غير صافر احنا مسلمين ديك قدي تباك صاحبي الدنيا هانيا وإن الله غفور الرحيم لا يا اخويا رربي قال واني لغفار الصورة العشرون الحزب الثانية والثلاثين والسادس عشر في الآية 79 واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم شوف داك الترتيب مع الاحتفال ثم اهتدى الله يفيقنا بعبنا والله نور نويكم بنور الله هذه رسالة لي لي ولكم فأوصيك ونفسي بماذا بتقوى الله وأقول لك ماذا قال الكريم في الآية 196 و97 صورة البقرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لماذا؟ لأن أجسادنا على النار لا تقوى يا رب ارحم أمة محمد واغفر لأمة محمد يا رب نورنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واغفر لنا بمغفرة القرآن واجعلنا من الفائزين بالقرآن واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاللهم هد أوطاننا رخص سعارنا وفق ولي أمرنا أريه الحق حقا ورزق التباع وأريه الباطل باطلا ورزق اجتنابه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة